تقرير صحيفة Wall Street Journal كشف أن تحديات كبيرة تواجهها صناعة الأسلحة الأمريكية بسبب استنزاف الحرب الأوكرانية لمخزونات الأسلحة التي تحد من قدرات الجيش الأمريكي على مواجهة أي احتمالات قادمة للمواجهة مع الصين حال غزوها لتايوان منذ بداية الحرب أصبحت واشنطن أكبر مورد للأسلحة إلى كيف بأكثر من 27 مليار دولار حتى وصلت المخزونات من بعض المعدات إلى الحد الأدنى من المستويات المطلوبة لسيناريوهات مواجهة مع الصين والتي ربما قد تنفذ خلال أسبوع واحد يشير تقرير صحيفة Wall Street Journal إلى أن عدد صواريخ جافلين المرسلة إلى كيف منذ الصيف الماضي يساوي إنتاج نحو سبع سنوات بينما يمثل عدد صواريخ ستنجر المضادة للطائرات التي سلمت لأوكرانيا الكمية ذاتها المصدرة إلى الخارج على مدى السنوات العشرين الماضية تراجعت مخزونات نظام جافلين ومدفعية هاوتزر ورادارات المضادة للمدفعية فيما تقلصت إمدادات الجيش الأمريكي بأكثر من مليون طلقة من ذخيرة عيار 155 ملي مترا انخفضت المخزونات من منصات كنظام الدفاع الساحلي هاربون الذي ينظر إليها لأنه جزء مهم من استراتيجية الدفاع الخاصة بالتايوان تعد معطيات تقرير Wall Street Journal اعترافا مرا بأن الجيش الأمريكي لن يكون مستعدا لخوض قتال طويل الأمد أو حتى توفير الدعم في لزاع يستغرق أشهرا أو سنوات وهو أمر يجب أن يثير في حد ذاته بعض الجدل في مؤسسة الأمن القوم الأمريكية حول أولويات الميزانية